السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب جلوكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله نهاردة فيديو جديد وسيدة جديدة فيديو النهاردة انا متأكدة ان ان شاء الله هيعجبكم عايز اقول لكم فيديو النهاردة هيكون فيديو كله حماس كده كله تنشيط كله طاقة كله باور بصوا كل حاجة فيه ان شاء الله هتعجبكم بس تكملوا الفيديو للاخر عايز اقول لكم ان هو اجمل من رائع بجد والله لو انت اول مرة بتشوفيني من خلال الفيديو ده اكيد يستعيدني وجودك معايا اتنوروا عالتي الكبيرة واشترك في القناة وفعالي زرار الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد مني عايز اكوا بقى لايكات كتير 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 كده شايفين بوكيل ورد او الظهور الحلوة اللي عادة ده حطولي بقى لايك ليه كده بصوا انش عايز احرق الفيديو بجد من حلوته وجماله وشياكته وغنطته بجد كل حاجة فيه النهاردة حلوة جدا 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 وطبعا قبل ما نكمل الفيديو وقبل ما نخش في تفاصيل الفيديو بحب اعزي كل الناس الاهلينا من الشعب الفلسطيني بنعزيهم من كل قلبنا وبنقولهم والله ان احنا قلبنا معاهم بجد احنا نفسنا يعني نعمل ليهم حاجة كتيرة جدا ربنا يا رب يوقف جنبهم كده ولاد الحلال ويبعد عنهم اي حاجة وحشة ويرحم شهداءنا كلهم اللي هو توفى يا رب الله مأمين يا رب يلا بينا بقى نكمل الفيديو كده ونشوف النهاردة اول حاجة هنبتدي بيها هي المطبخ ترتيبها وتنظيمها للحلل للمنظم الجديد مش بس الحلل هي بتقول ان المنظم ده بتستخدمه في اكتر من حاجة للحلل وكمان العلب بتاعت الخزين عايز اقول لكم ان الحاجات دي بتبقى حلوة جدا جدا خصوصا لما بيكون فيها تنظيم يعني كل ما بنحس كده ان الدنيا بتكون منظمة معنا احنا ذات نفسنا بيبقى عندنا روحة نفسية كده طبعا هي هنا بتوريكو ان هي بتحطو فيه اكتر من حاجة شالت الطقم الابيض اللي انتو شفتوه حطته هنا في الدرج وحطت الطقم الاسود تحت تاني مكانه يلا بينا بقى نشوف الادرج هتعمل فيها ايه واول حاجة هي عملتها درج النكهات او المشروبات بتاعت القهوة وهتبتدي بقى برضو دي نكهات هتبتدي بقى تصنف كل حاجة كده مكانها بحيث اني زي ما قلتلكو ان التنظيم بيكون حلو اي حاجة هي احتاجتها بتكون قدامها على طول تعاني نشوف بقى الدرج كمال ان اللي احنا كلنا كتير مننا جدا يعني بيكون عنده كده هوس في حتة الحاجات اللي احنا بنستخدمها زي المفكات بقى زي المصامير كل حاجة طبعا الحاجات دي احنا تلاتة ربعنا بنشعر فيه نحطها فين ونجيبها منين دي ورقة طبعا هي بتقطعها بترميها يعني بس هي بتوريكو ان ده جهاز بيقطع الورق بدل ما تحطيه بقى ورقة كده لا يعني جهاز ده بيقطع الورق كده زي ما انت شايفين وفي نفس الوقت خلاص يعني بينهي ملامح كل حاجة في الورقة خصوصا لو هي حاجة مثلا مهم عندك وانت خلاص تستغني عنها او ورقة خلاص تستغني عنها فتقدري تقطعي في الجهاز ده الجهاز ده بصراحة هجبني طبعا بقى عشان كانت تنظم الحاجات دي كان لازم تجيب لها المنظمات الاكليريك وطبعا تعارفين منظمات الاكليريك دي دلوقتي بقت في كل مكان تعرفنا عليها كتير وقلنا اماكنها كتير وهقول برضو مكانها تاني عشان الناس الجديدة اللي معايا اللي عايز تعرف اماكن الحاجات دي المنظمات دي تقدر تجيبيها من على موقع علي اكسي بريس او اميزون او علي بابا تقدري تنزلي بس الموقع عندك على الموبايل تنزليها عندك على الموبايل وبتمشي بس وراء التعليمات اللي هما بيقولولك عليها وهتبتدي بقى تخشي تتصفحي عادي على الحاجات اللي انتي عايزيها بس كده خلاص هي عملته ونظفت الضرفة اللي كانت كمان تحت الحود طبعا احنا عارفين الضرفة دي بتبقى فيها حاجات كده لازم كلنا ان احنا نعملها وطبعا غسيل البتوجاز غسيل البتوجاز ده بتقول يوميا طبعا هو معرض البتوجاز معرض او عيون البتوجاز ان هي تخش في اللون دوت او الحاجات ديت او تعمل شكلك كده مش حلو ولكن بالتنظيف المستمر بتاع كل يوم هيخليلك البتوجاز بتاعك زي الفل هنا كانت بتستخدم منظف اسمه سيف او جيف في ناس بتقول عليه سيف وفي ناس بتقول عليه جيف بتستخدمه للبتوجاز بس او عايز اقول لكم هو مش موجودة على طول يعني او ممكن تتلاقوه بقى بصوا في الهايبارات الكبيرة تتلاقوه فيها وبيدي لمعة حلوة قوي قوي هو بس مش للبتوجاز لا لحاجات كثيرة بيدي لمعة حلوة جدا لالستاليس ولو ما لقتيش ده في ملمع الاستاليس برضو ده هتلاقيه عندي بتاع المنظفات يعني وانت بتشتري مسحوق بتاعك الحاجات دي هتتلاقيه عندي اقول لهم عايزها الملمع اللي هو بتاع الاستاليس الا معلك بقى البتوجاز التلاجة اي حاجة فيها استاليس على كل حال وطبعا ده مش طريات الشهر بتاعها وطبعا قبل ما بتشتري بتنظف التلاجة بتاعتها زي ما انتوا شفتوا وده كان بمساعدة زوجها ليها كمان هنا الدرج بتاع التوابل نظفته عشان يبقى كل حاجة كده نظفتها في المطبخ وفي الطرقة طبعا براية كمان المكنسة اللي احنا طبعا خلاص اتعرفنا عليها في اكتر من فيديو وعرفنا ان هي لها استخدامات كتير سواء بقى في المياه سواء على البخار سواء على النياشف مثلا على سجاد او على بركي لها حاجات كتيرة والله انا يمكن قبل كده شفت سيدة من بعض السيدات اللي احنا بنجيبهم كانت بتشفط بيها بيضة تخيلوا دي والله العظيم يعني بس هي قصدت هي قصدت ان هي البيضة توقع على الارض عشان تقولوكو يعني او عشان تتعرف اني كمان ان المكنسة دي بتتشق بيشفطوا بيها كمان السوائل او المياه او اي حاجة شفوه لدرجة ايه المهم هنا كانت بتنظف الارضيات وانت نضيف الارضيات عندها او السجاد او الحاجات دي بتعتمد بس على المياه وشوية خلي التفاح ولو تلاحظوا حطت في بخاخ وكمان نظفت بيها السجاد لاني كان فيها بقعة زي ما شفته طبعا بقى هنا عشان تحلي من جمال الحاجة سواء في المطبخ او في الطايلت او في اي مكان اللد اللد ده خلاص احنا تعرفنا عليه في حاجات كثيرة وفعلا بقى بيحلي المكان اللي احنا بنبقى قاعدين فيه وبيديكي ضي حلو كده وشكل حل والله بتحسوا فعلا براحة نفسية انا شخصيا عملاها عندي في بيتي وفعلا فعلا برتاح يعني برتاح فيه اخر حاجة بقى هنا في المطبخ ديكورات كده بتحطها على الرخامة ما ننكرش برضو ان الظهور بتعمل جو حلو مع شوية مأكلات على كوفي كورنر كده يعني فهمين اللي هو بصوا بتحسي بتعبك ده بتحسي فيه في الاخر براحة نفسية شايفين بقى عايزين بعد كده ايه يعني الدنيا طبقى نظيفك كده ورواءان حلو بجد بتحسي براحة ربنا يروى قبلكو يروى قبالنا جميعا يا رب ويطمننا على اهلينا اه اللي فيه فلسطين يا رب اللهم امين طبعا هنا دي الجرات كان دي جار كانت حطا فيه القهوة والبسكوت والسكر اه خلاص بقى خلصنا المطبخ هننتقل بقى على حاجة جديدة وهي ايه التويلت تعال نشوف بقى تنظيمها وترتبها للتويلت وبما ان هي جابت برضو نفس المنظمات الاكليرك بتاعت المطبخ فكانت جايبة كمان للدرج هو درج ده يعتبر بتاعها في التويلت بتاعها هي بتبتدي بقى تنظم الميكوب بتاعها الحاجات اللي هي بتستخدمها العناية بالبشرة والعناية بالجسم كل حاجة زي ما انتو شايفين كده وبعد كده بقى ترتب برضو الصنية برضو استخدماتها هي برضو او استخدمات الشور على كل حال يعني ولكن اكتريتها بتكون حاجاتها هي حتى كمان البانيو برضو بتنظمه بتخلي شكله حاله شايفين الفوزة دي يا جماعة الفوزة بس الوحيدة كده والله العظيم الواناتها مبهجة يعني انا شخصيا اقسم بالله يعني بنبهر ببقى مبسوطة بالالوانات اللي فعلا فعلا بتخلي كده عندك راحة نفسية من الحاجات دي مين بقى لسه وصل معايا لحد هنا ونسى يحط اللايك او من حلاوة الفيديو بينسى الناس كتير على فكرة بتقولي كده يا رودي احنا من حلاوة الفيديو بتاعك والله بننسى ان احنا نحط اللايك فانا ما عنديش مشكلة والله حابا يبقى لبيه انا كل يهمني وجودكم معايا انه كنتوا تكونوا جنبي ووقفين معايا وامتبعيني دايما ده بيكون حاجة حلوة قوي بالنسبة لي يا بالله وبتفرحوني ودايما بكون مبسوطة بيك وجودكم جنبي ده شيء والله بكدرة ربنا يدمكم نعمة في حياة يا رب بصوا بقى شايفين هنا التويلت يعني خلصته كله تماما التويلت بقى بكبينة بكل حاجة بالنسبة اصلا لي التويلت تعالوا بقى نشوف بقى تحضرها لي شنطتها ويتنظمها لما بتكون مسافرة هي راحة زي ويك اندي كده هنشوف دلوقتي هتوصل فين او هتعمل ايه ولكن المهم من هنا كانت بتاخد استخداماتها لها بتستخدمها شايفين علب الكريم الصغيرة بيكون عندها علب كريم صغيرة او استخدامات بتستخدمها ليها وهي مسافرة مش بتاخد العلبة كلها او العبوة كلها لأ بتاخد منها بس العلبة صغيرة كده وتحط فيها كمية اللي هي بتستكفى بيها وبعد كده زي ما انتو شايفين بتاخدها في قلب الشنطة وهي مسافرة طبعا دي كل استخدماتها وكل حاجاتها اللي هي بتستخدمها من نسبة لهدوم وميكوب وعناية والعناية ليها وكل حاجة خلاص هنا بقى كانت ترتبت الشنطة معادش حاجة غير انها بس هترتب الشقة بتاعتها وبتقول هنا مش بحب ان انا اروح كانت هنا جاي بس الجات جديد باللون البني كده فكانت بتقول ان هي مش بتحب ان هي تروح في اي مكان وطبعا بيتها مش بيكون مزبوطة عليها او مش نضيف فلازم ان هي تنظفه الاول وبعد كده هتبتدي ان هي تسافر هنا بقى في حاجات او في دفيات كانت بيستخدمها في الانتري ولكن الغرض هنا ان هي يعني جابت الاكياس الاكياس دي احنا عارفنا اللي هي بتاعت شفت الهوى بتشفت كل الهوى اللي فيها وبتخليها بدل ما هي كانت ادي كده لأ خليتها ادي كده حاجة صغيرة بحيث ان هي تبقى برحتها بقى تعاني الحاجة عشان استغلال المساحات يعني بس وفي المكتبة عانت الحاجة بتاعتها وبعد كده ده طبعا الانتري برضو نظمته ورتبته تعاني نشوف هنا برضو هتعمل حاجة للانتري وكمان الصفرة تعالوا هنا كان فيه لديات اللي انتوا شايفينها دي كانت بتركبها هي بدابل فيس بتلزق لازق دابل فيس يعني وركبتها علشان خاطر دي كهرب على فكرة سوري شحن عشان خاطر تقدر ان هي يعني بدل ما تخرم بقى في الحيطة وكده ده بديل هنا عمت قاعدة تدوير للترابيزة دي باللون الاسود عشان كل الديكورات تكون واحدة ودهنتها باللون الاسود عشان كل الديكورات تكون لونها واحد وده برضو نفس المكان حطت العد ترابيزة اللي استلس اللي هي بتستخدمها وبعد كده اخر حاجة بقى هي الصفرة قدام منها على طول برضو الصفرة عاملها برضو بالاسود وفي الجولد علشان الاتنين يكونوا شكل واحد الصفرة وبي الانتري او يكونوا ماشيين مع بعض في يكون فيهم بينهم ماتشنج كده حلو واخر حاجة بقى اللي هو بتحضر شمطتها عشان بقى خلاص هتسافر فخلاص يعني بعد كل البيت والتنظيف والحاجات دي كلها خلاص كان لازم ان هي تسافر وهنا كانت وصلت سفرت خلاص وطبعا هي جايبة المساحات بتاعة المكان اللي هي راحته واقعدت فيه والكلام ده كله والغرفة اللي هي تعد فيها كل حاجة يعني يعني بصوا كل حاجة ما شاء الله يعني يعتبر زي بيتها يعني عشان هي اخذة على مكان فراحت في نفس المكان اللي هي زي اللي هي قعدة فيه في بيتها بالزبط وبس كده حباب قلبي ده كان الفيديو بتاعي النهاردة يا رب يكون السيدة عجبتك ويكون الفيديو بتاع النهاردة يكون حلو بالنسبة ليكو يا رب ما يكونوش مليته من الفيديو اشوفكو الفيديو الجاي واسبكو في رعاية الله وحفظوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة